يمكن شايفينه المستوى أقل من الشروط الأول ولكن كانت فيه تغييرات كتيرة برضه يمكن برضه التغييرات أكيد ممكن تؤثر في المستوى فتعليقك على أحداث الشروط التانية يمكن طبعا الشروط التانية أقل بكتير من الشروط الأول بسبب التغييرات الكتير يمكن أن يمكن كابتن محمد شرف عايز يدي فرص لأغلب اللعيبة الموجودة أنها برضه حضور النهاردة الكابتن سامي ومصان تواجده على الدكا بيوجه رسالة إن شاء الله بعد حسم الدوري إن شاء الله حيبقى لو أنت في النادي الأهلي في الفريق الأول لو كسبت خمس مباراة من العشرة في حالة فوز بيرامدز بقى المباراة بتاعتها تحسم الدوري فهيبقى قدامك خمس أو أربع جوالات أخيرة مثلا في نهاية الدوري تقدر تدفع بيها بالعناصر الشابة من الفريق القطاع الناشئين اللي احنا شفناه النهاردة فكان كابتن تواجد كابتن سامي ومصان رسالة للكلام ده إن احنا جايين نشوف ونحكم على بعض اللعيبة وأنا بشوف إن فيه اتنين لعيبة أو تلات لعيبة أو أربع لعيبة مثلا من الفرقة دي بصراحة ممكن أرشحهم للفريق الأول رقم واحد أحمد خالد كاباكا لو جبنا حتى الهدف الهدف بصراحة هو وميده أسامة الاثنين دول تحديدا ليهم دور مهم جدا في الهدف لو استعرضنا الهدف نشوف حتى جمال الهدف وجمال تمرير أحمد خالد كاباكا اللي هو عامل الشكل يعني أنا بشوفه نموذج لللاعب اللي إحنا محتاجينه في وسط الملعب خاصة أنه مارس الكولر بقى بيلعب بتلاتة دلوقتي يعني بيحط لك مروان عطية وحمدي فتحي وقاليو ديانج فالتنين اللي بيكملوا أنا بشوف إن أحمد خالد كاباكا مؤهل إن هو يلعب معه إن هو في الفترة الجاية إن هو يقدر يخش ليه لإن أحمد خالد كاباكا عنده الميزة إن هو بيطع لك الكرة الثانية وبيكمل وعنده ميزة التزديد ودفاعيا كويس ودي موهبة في حد ذاتها وعنده رؤية يعني دايما في لعيبة بتاعي لأموضوع التصويب ده إنما في لعيبة عندها جرأة إن الكرة بمجيله فضع مناسب بيقدر يسدد ودي موهبة نحن مفتقدين كابتا محمد للحتة دي إن اللعيب اللي هو عنده ميزة التزديد في وسط الملعب ده مهم جدا عنده الرؤية بيكمل وبيستعدته للكرة التانية حتى لو جبنا لعبة الهدف هنلاقي دور حتى أحمد خالد كاباكا في الحتة دي كان مهم جدا برضو ميدو أسامة ميدو أسامة بشوف إنه برضو واحد من اللعيبة قدم موسم كويس بصراحة مع فرية 2003 وختم الموسم بشكل كويس وحتى كان سجل في شباك نادي الزمالك في ميت عقبة سجل أكتر من هدف والنهار ده برضو الهدف اللي جابه هنلاقي إن أحمد خالد كاباكا لعيبها الميدو نابيل وميدو أسامة حطها بالشمال في المقص يعني جون جميل جدا بيدل إن ده واحد لعيب موهوب ميدو أسامة برضو بلعب أكتر من مكان ممكن تستخدمه كصانع العاب وممكن تستخدمه كجنح شمال يعني وينج نحية الشمال اللعب الثالث برضو معتز محمد معتز محمد هو أفضل بشوف إنه هو أفضل مساك في الفرقة في الثلاثة الموجودين بصراحة اللي هو مواريد 2005 بدليل إنه حتى متصعد من 2005 معه يعني هو من 2005 ودي فرقة 2003 فدليل تصعيده إنه هو واحد من المساكين الصعدين بكوة والرابع طبعا مصطفى مخلوب بشوف إنه دول أفضل أربع عناصر موجودة في الفريق ده في الفرقة 2003 متصعدين وعايز أقوله على حاجة برضو إنه مهم جدا جدا إن اللاعب لما يبقى في سنه صغير يشارك مع فرقة أكبر منه يعني أنت ليه كمان أنت النهاردة عندك فرقة 2005 هتبقى فرقة واحدة يعني فرقة 2005 أو 2006 هيبه فريق واحد فريق واحد فالعناصر المميزة في فرقة 2005 مهم إنه تتصعد تلعب مع فرقة 2003 زي ما احنا شايفين كده النهاردة كباقة ومعتز محمد وزعلوك دول وحزم جمال دول 2005 فلما اللاعب من صغر واحد زي أحمد خالق كباقة ده 2005 لما يلعب مع فرقة 2003 وناس أكبر منه يعني لعيبة أكبر منه ويظهر بالشكل المميز ده يبقى ده لعيب موهوب بياخد خبرات أكبر